أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن تواقفه استملت 5939 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح البريم منذ 21 من أكتوبر الماضي وحتى اليوم أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الشاحنات احتوت على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية مشيرا إلى أن إجمالية حصته من الشاحنات بلغ أربعة ألاف وواحد شاحنة فيما تم تسليم 1938 شاحنة لصالح الأونروا وجهات أخرى